الحج ده فلسفته قائمة على التسليم المطلق لله رب العالمين والتسليم المطلق يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم حجر تطوف حوله وتقبله و حجر ترميه تسليم مطلق لله رب العالمين و ما كانوا إذا قضى الله رسول الأمر أن يكون لهم الخيرة من أمره طيب هنا طواف العلماء بيقسموا عندنا طواف قدوم طواف القدوم ده لمن لم ينوي العمر يعني لا هيؤدي عمره ولا هيؤدي ولا يكون متمتع لأن المتمتع بيؤدي عمره إنما هيكون لإيه؟ واحد جاي من خارج مكة و داخل المسجد الحرام فتحية المسجد الحرام الطواف زي ما بندخل المسجد في أي مسجد بنصلي ركعتين دي تحية طواف القدوم ده تحية يبقى لغيره بس هنا واجبة يا مولدة مع كل دخولك للمسجد الحرام طواف القدوم سنة جمهور الفقاء سنة طواف القدوم سنة الراجح فيها لا لو أنا مثلا حبيت أروح أصلي الفرد ليس واجبا بس ممكن أصلي ركعتين عادي نعم صلي ركعتين عشان أخذ السواب بس مش شرط أن أنا أطوف مع كل قدوم لا 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 وبعدين كمان حتى في هذه الأونة أنا يكفيني طواف القدوم في البداية لأن بعد كده أنا مش عايز أزاحم على الناس اللي هما لسه جايين فده برضو من تيسير أيسر على الغير وأعطي فرصة للغير والغير اللي بيطوف طواف عمرة واللي بيطوف طواف القدوم ممكن طواف القدوم ده طبعا ده ركن يبقى أنا أساعده وأيسر له ولا أزاحمه وأنا ربنا أكرمني وطفت خلاص يبقى لما أدخل مزجد صلى ركعتين وأنتظر الصلاة والتسبيح والذكر وقراءة القرآن فطواف القدوم بعد ذلك طواف العمرة فكرة العمرة مستقلة في أي أشهر بعيد عن أشهر الحج الطواف ده ركن من أركان العمرة أو المتمتع 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 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج المتمتع ده بيأدي العمرة أولا فهيطوف طواف العمرة فهنا طواف القدوم بعد ذلك عندي طواف العمرة قلناه طواف الركن أو الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي هو ده الركن الركن في الحج اللي هو بيكون بعد رمي جمرة العقبة فإذا أفضتم من عرفاتك بعد رمي جمرة العقبة وبعد الزبح وبعد الحلقة أو التقصير يعني في يوم النحر إما أن يأتي يوم النحر وده الوقت المفضل له أو في أي وقت آخر حسب ما يتيسر للحج بعد ذلك بيطوف طواف الركن أو الزيارة أو طواف الإفاضة ده ركن من الأركان بس ده مولانا بيكون جائز بعد بعد جمع الجمرات من مزدلفة آه بعد يوم العين في يوم العين وبعد جدا أطلع على ميناء آه ويرد إحنا رحنا على ميناء رمينا جمرة العقبة سبع حصيات في ميناء كما سنتحدث فيما بعد ثم الزبح والزبح اللي أصبح بيفت فالسك بتاعه خلاص حلق أو قصر بعد ذلك طواف الإفاضة عشان طواف الإفاضة بيكون بملامسه العادية طواف العمرة بيكون فيه بيزيد فيه عندنا الرمل والاطباع الرمل أو الطباع الطباع يعني كشف الكتف الأيمن وده بيكون من عند بداية الطواف إلى نهاية الطواف ترجمة نانسي قنقر